تحذيرات أطلقها وزير النفط خلال استضافته في مجلس النواب عن نية انسحاب الشركات الكبرى والعملاقة العاملة في قطاع النفط لأن البيئة الاستثمارية طاردة وغير جاذبة للاستثمار الأجنبي وحتى الداخلي بسبب التهديدات الأمنية والتضاربات السياسية والمساومات ما دفع بتلك الشركات بالبحث عن سوق أخرى أكسل موبيل انسحبت قبلها انسحبت شركة بريطانية كانت عندنا بالزوبير البيئة الاستثمارية الموجودة بالعراق غير مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار كل المستثمرين الكبار أما يبحث عن سوق أخرى أو يبحث عن شريك آخر أربع شركات كبرى على رأس القائمة سركة شيل وبيبي ولوك أويل وأكسل موبيل تقدمت بطلب الرسمي بمغادرة البلاد حيث أرسلت إشعارا يكشف عن رغبتها ببعي حصتها التي لا تتجاوز الأربعمائة مليون دولار والتي بالإمكان شراؤها ولكن التخوف من الاتهامات وتصريحات بعض النواب تمنع دون ذلك حسب تصريح وزير النفط شركات العاملة في الوسط الجنوب تعمل في حقول مكتشفة أصلا وبالتالي نسبة المخاطرة بها قليلة وجل العقود هذه الجزء الأكبر منها يعتمد على زيادة انتاجية لحقول منتجة أصلا تعد هذه الشركات أول من دخل سوق الاستثمار النفطي في مواقع حقول وسط وجنوب البلاد بعد عام 2003 حيث تقدم سلسلة من الخدمات التي تشمل التنقيب وصيانة الآبار والأنابيب واليوم تكشف عن رغبتها بالانسحاب كون العقود والتراخيص النفطية صعبة والأرباح قليلة إضافة إلى انخفاض الطالب على النفط عالميا بفعل جائحة كورونا بشير الحسن قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر